الحقيقة كان من أهم الملفات اللي اشتغلنا عليها في خلال العشر سنين اللي فاتوا كقيادة سياسية وخصوصا بنامج الرئاسة لتهيل الشباب هو أجمل مشروع تنموي حاصل دلوقتي على مستوى العالم هو مشروع حياة كريمة مشروع حياة كريمة لو احنا بصينا عليه و بصينا على حجم الانفسمنس أو الاستثمارات الضخمة اللي اتضخط في هذا المشروع علشان نهيأ كرة مصر ان يبقى فيها صرف صحي يبقى فيها ميا وكلها بجهود تطوعية شبابين كلها بالشباب وكلها من خريج البرنامج الرئاسي أو من المتطوعين المختلفين يعني فده أكبر مشروع تنموي واتصار فيه مليارات الجنيهات علشان في الآخر نعيش حياة كريمة يبقى فيه حياة كريمة تصل للأسر المصرية سواء في الكرة أو النجوء وهكذا والكرة الأكثر فقرة والأكثر احتياجة ده جزء فيه جزء تاني هو جزء ريادة الأعمال ريادة الأعمال وفيه مبادرة رئاسية برضو تم إطلاقها هي مبادرة ابدأ لريادة الأعمال ده بتشجع المشروعات الصغيرة والمتنهات الصغر في التمويل في التحفيز في المشروعات في خطط الأعمال في إدارة الأعمال كل الكلام ده هو منبثق عن البرنامج الرئاسي وعن التأهيل الشباب للقيادة كل الكلام ده احنا درسناه سواء في الأكاديمية أو سواء في العمليات المختلفة عمليات التأهيل كانت بالطبع لازم مسايرة الوضاع العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي والزكاء الاصطناعي كل هذه الأمور كانت واضحة في زهنك وبقوة وهل احنا على المستوى الكافي للتأهيل ان احنا نستطيع التعامل بالشكل الأمسل مع هذه التكنولوجيا طبعا طبعا يا أستاذ هيبة احنا فيه ورش عمل مختلفة داخل البرنامج الرئاسي أو داخل الأكاديمية على مختلف التخصصات ومختلف المناحي منها ومن أهمها هو مجال التحول الرقمي مجال التكنولوجيا الرقمية مجال قطاع الاتصالات لو احنا بصينا قطاع الاتصالات مثلا في خلال برضو العشر سنين اللي فاتوا هو أكثر قطاع ساهم في الجي دي بي أو في الداخل الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5% آخر سنة يعني فده من أكبر القطاعات اللي ساهمت في الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي بالتالي ده بيعود على حياة المواطن أنه يعيش حياة كريمة أنه تزيد المعدل حدتك توصد مش من حيث الاستخدام فقط لكن كمان كسلعة من خلال بران بالضبط من خلال برامج ومن خلال أوتسورسينج أو سياسة التعهيد الحالية في قطاع الاتصالات أنت بتقدر أن أنت بتأوتسورس السيرفز دي أو بتعهد الخدمة دي بقدر الوقت في عندنا شركات أجنبية كتير شغالة في مصر هنا بسياسة التعهيد دي إحنا من أكثر الشباب كفاءة على مستوى العالم في مجال سياسة التعهيد هو الشباب المصر كل ده نتج من مكتسبات صوري 30 يونيو شكرا للمشاهدة